المهندس محمود إبراهيم محل السياسي السوري المقيم بالقيارة مساء الخير يا فندم مساء نور يعني أخيراً تحركت الدول العربية لتعلن رسمياً أن هي تدعم المسار السوري الحالي وتدعو للاستقرار في سوريا أحب أعرف تعليق حضرتك على اجتماع عمان لوزراء الخارجية أولاً مساء الخير وحيي مصر الحبيبة وحيي الأم العربية أولاً هذا الاجتماع أتى في توبيت هام جداً 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 يعني ونفترض مثلاً الأمور العربية لا تحل إلا بأمر عربي وذلك هذا كان الاجتماع مهم والبيان الختامي يؤكد على ذلك لكنه له خطوات ومتعنية وننتظر قليلاً ما بعد هذا البيان طيب يعني أهم ما هو بعد هذا البيان أن نتساءل هل يملك المجتمعون قدرة للتأثير على القوات الأجنبية في سوريا للخروج أم أنها بيانات تذكرنا ببيانات وقرارات جمعة الدول العربية أن من يريد هو الذي يصرح ولكن ليس من يستطيع هؤلاء المجتمعون الآن هم قادرون بكل معنى الكلمة وأنا شايف الرؤية صادقة مئة في المئة صحيح أنا أتكلم معك بشكل صادق وبدون نصوص وبدون أي كتاب أمامي هذه الدول مؤثرة لهذه البيان أو هذه القرارات التي اتخذت لكن علينا الانتظار بهذه الخنوات أو الأدوات التي يتم تنفيذ هذا البيان تمام أنا بشكرك جدا محمود إبراهيم محلل السياسي السوري المقيم بالقاهرة وأتمنى من الله أن يكون لمصر والأردن والسعودية والعراق القدرة الحقيقية للضغط على خروج لأنه لو خرجت القوات الأجنبية من سوريا أصبح أمرا يعني سوريا حصل فيها حاجة مختلفة أنه بدأت الدولة تثبت أقدمها وتستقر وتعملت الانتخابات وأعيد انتخاب بشار برة تانية دكتور بشار الأسد وقطعات ضخمة جدا بتحبه من الشعب السوري بدأت الدولة تستقر ومازالت القوات الأجنبية تتنازع بعض الأراضي طبعا قوات تركيا وقوات إيرانية وقوات مش عارف إيه فأتمنى أنه إحنا قريب نشهد وجود سوريا في كل المحافل العربية كمقدمة لوجودها في المحافل الدولية ديبلوماسيا وأيضا شعبيا بشكركم جدا فاصل قصير وشرفنا بعديه في استوديو مساء الخير الأستاذ محمد عز الدين مدير تحرير جريدة الأراضي ترجمة نانسي قنقر